فما يفتقر إليه العبد في سره أو جهره أو ظاهره أو باطنه أو خاصة نفسه أو مع عامة الخلق كله في القرآن الكريم وما يفتقر إليه المسلم في اعتقاده أو قوله أو عمله كله في القرآن الكريم فمن أراد أن يكون هادياً مهدياً فعليه أن يقبن على القرآن ملتمساً الهدى منه فمن التمس الهدى من القرآن هداه الله ونوره ومن أعرض عن القرآن ضل وشقي